طب هل دي هل اللي خلقك خلقك عشان كده؟ لا هل الدنيا يعني معلش بالراحة بس عشان ايه؟ انا معين عندكم مبررات كتيرة جدا كست عملية وبتشتغل وانا هعمل ايه ومضطرة وبشوف التعليقات ايه هل دي حياة نطلع بره كده؟ ترضيها على بنتك؟ لا بأمانة؟ لا ترضيها على ابنك؟ لا انا هقولك في الاخر انا بقول لي بنتي ايه؟ هقولك في الاخر انا منصح بنتي بايه؟ الفكرة هنا ان انت مش داريان على فكرة انا عايش معاكم وده موجود وبقوم بخمس ست سبع ادوار رجولة مش ستات بس ايه الفكرة هنا فين؟ انا محتاجي النهاردة نستوعب بعض ونقدر بعض وهي دي الفكرة ايه؟ انا راجل عملي بشتغل 18 ساعة والست دي بتعمل كذا حلو بنعمل الكلام ده باتفاقه ومقدرين بعض ولا كل واحد بيعمل اسقاط على تاني لا هو على فكرة حتى لو الست بمولعش تصابحها العشرة شمع وبتروح لمامته وبتاخد مامته توديها للدكتور ويوم الاجازة هي بتقف تطبخ لمامته واخواته لا بجد الست بتعمل حاجات كتير قوي بس هو في الاخر بلاقي في اسقاطات يعني كمان اللي هو يعني اللي انت بتعمليه زيادة عن اي ست يعني ما اي ست مكانك هتعمل كده يعني هي بتلامتو للوقت ان هي برضو شايل المسؤوليات يا ياحي طب هلا انا بقى من الاول انا لو بنتي مش هوافق صح كده انا لو بنتي هطلقها بجد انت تستفزتيني جد ايوه طب الاهل بقى مش زيك ياحي انا لو بنتي مش هقبل تقع الجنب احسن صح كده بجد طب مامتها بقى بتقول لها استحملي يا حبيبتي ده بيتك استحمل ليه ودي حياة هتستحملي ايه لما بنتي يجرى لها حاجة انا مش هقبل ده انا مش هقبل على بنتي تبقى مالتي تاسك واحد بس بيعمل مش هقبلها انت استفزتيني براب ياريك كل الاهالي الاب يبقى زيح يا فؤاتي اللي هو ما تتبلش على بنتك حاجات اوفر ليه 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 عشان ايه عشان تبقى ست بيت الجدعة انا اسف ويبقى انت راجل الاول عشان هي تبقى ست لازم يبقى فيه راجل الاول عشان انا مش هجاوز بنتي مش راجل انا اسف لو انت النهاردة ما اقرمتش البنت دي ما اقرمتش ولاد الناس معك لا تستحق ان انت تعيش معك واحد ست النهاردة ست بجد انت استفزتيني قوي انا مبسوطة ان انا استفزتيني حاجة في وقت فهيطالب بجد بجد انا النهاردة كست انا ليه يا دور انا لازم اكون سليمة عشان اربيه لك عيالك صح انا لازم اكون سليمة عشان اقدر اطلع الجيل اللي جاي ده مرتاح نفسيا